شيخنا الفاضل اليوم تضيق الأرض على أصحابها تضيق مجازا وتضيق بأنفسهم بما رحبت من كثرة الهموم والغموم والانتكاسات التي تمر بها الأمة ما هو الملجأ وما هو الغراج؟ أولا حقيقة ومجازا معا الآية تقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة هذه ضاقت ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة قال أتتك آياتنا فلسيتها وكذلك اليوم تنسى لذلك الله عز وجل الذات الكاملة أصط الجمال والكمال والنوال فإما أن تتصل به اتصالا حقيقيا أساسه معرفته أولا ومعرفة منهجه ثانيا والخضوع لمنهجه ثالثا والإحسان إلى خلقه رابعا إنك إن فعلت هذا كان لك خط ساخن مع الله هذا الخط ينير لك السبيل فلذلك هذه العين البشرية لو إنه إنسان فحص عينيه عند طبيب عيون وكان الجواب تمام وكمال مئة بالمئة يعني ستة من ستة ودخل إلى غرفة مظلمة ومعه دخل إنسان فاقد البصر يستوياني سوا معا أنه أنت لا ترى بهذه العين إلا بوسيط من ضوء هذا الضوء يتوسط بين العين وبين المرئي تمام واضحة الآن أعطانا الله عقلا العقل في مبادئ ثلاثة مبدأ السببية والغائية وعدم التناقض فالإنسان لا يفهم شيء بلا سبب لو إنه أراد أن يسافر سفر طويل وألغى الكهرباء من بيته كليا وأقفل البيت وبعد شهر عاد فإذا الضوء متألق في البيت لماذا يضطرب لأن عقله يقول لا يمكن أن تتألق هذه المصابيح إلا بفعل فاعل هذا مبدأ السببية وقد تمشي في طريق سفري تجد شاحنة كبيرة سلسلة في مؤخرتها مع قطعة حديد تلمس الطريق فأنت لا علاقة لك بالشحن ولا بالنقل ولا بالسفر لكن عقلك يحتار لما هذه الحديدة لو سألت الخبراء لقالوا إذا جاء الصاعقة لهذه الشاحنة هذه السلسلة مع قطعة الحديد المتصلة في الأرض تفرغ هذه الشاحنة سبحانه مرة وجدت قرصا من البلور يعني له حرف فإن وضعته في الحليب الحليب لا يفور أنه لا يرتفع إلى درجة أنه يتسرب من أطراف الآنية والله اشتريته وضعته شيء رائع جدا بس عندي حاجة عقلية ما نحلت كيف ما الذي حصل هذا القرص البلوري الذي هو له جوانب والجانب مفتوح من طرف واحد سألت وبحثت لفترة طويلة لحتى عليمت أنه الخليب حينما يأتيه النار من تحته يرتفع بفعل الفقاعات الفقاعات تدفع القشطة إلى الأعلى فيتسرب من أطراف الوعاء هذا القرص الذي على شكل حرف مفتوح الفقاعات تصدر معا وبقوة تسقب هذه القشطة سبحان الله الآن فهمته هذا العقل لا يمكن أن يفهم شيئا بلا سبب كما أنه لا يمكن أن يفهم شيئا بلا غاية يعني هذه البقرة هي يحتاج وريدها إلى كليين حليب لماذا تعطيه 67 كيلو العقل لا يفهمها إلا إذا قرأ قوله تعالى والأنعام خلقها لكم لكم خصيصا هذه البقرة مصممة أن تعطي حليب يزيد عن حاجة وليدها 50 ضعف إذا خلقت لكم وإذا فتحنا كتاب الله على كلمة لكم نشعر بشيء دقيق جدا مثلا أنت قد تعد تدعو إنسان إلى طعام إنسان أحد وجهاء المجتمع تدعو معه شخصين ثلاثة في أسناء الطعام يطرق الباب يأتيك زائر تدعوه ليأكل معك لكن هذا الزائر هذا الطعام ليس له في الأساس الطعام صنع على شرف الضيف الأول فجايد والأنعام خلقها لكم فإذا قرأت القرآن وقفت عند كلمة لكم قد يخشعر جلدك هذا لو أنه الخاروف لم يكن مذللا الإنسان يقفز خوفا من عقرب وقد يقود طفل جمال طيب جمال وزنه ثلاثة طون يقوده طفل وعقرب تخرج من جلدك منه والأنعام خلقها لكم وفي آية ثانية وذللناها لكم في بعض أرياف دمشق بقرة جنت هذا مرض خطير ظهر ببريطانيا وقتلوا أريب ثلاثمائة ألف بقرة اسمه جنون البقر فلما جنت قتلت فقتلوها من ذللها للإنسان من جعلها مذللة لخدمته خاضعة فكل الحيوانات التي أنت بحاجة إليها مذللة لك مذللة بأعلى درجة هذا كله من فعل الله عز وجل فهذا العقل لا يفهم شيء بلا سبب ولا يفهم شيء بلا غاية طيب ويرفض التناقض نعم يعني مثلا هذا مثل ضروري إنسان متهم في مدينة في بلد بقتل إنسان فإذا ثبت لدى القاضي يقينا أنه كان في مدينة بعيدة عن هذا المكان في الوقت نفسه براء ليقبل التناقض فالعقل هو جهاز أعقد جهاز بالكون يقوم على مبادئ سلاس مبدأ السببية والغائية وعدم التناقض من رابط بين هذا دكتور بين ما يشعر به الإنسان أحيانا بأن هذه الدنيا رغم رحبها قد ضاقت عليه أنه مصمم نعم من قبل الخالق لهذا المنهج هذا المنهج مرتبط مع فترة الإنسان الآية دقيقة جدا يعني الفترة الطبيعة النفسية الداخلية فأقم وجهك للدين حنيفا فترة الله التي فطر الناس عليها يعني أي أمر أمرت به فطرت أو برمشت أو ولفت على محبته وأي أمر نهيت عنه فطرت أو برمشت أو ولفت على كراياته والدليل وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفرة والفسوقة والعصيان أنت مبرمج هذا اسمه كآبة كل إنسان يرتكب معصية عن علم أو عن غير علم يصاب بكآبة يعني لو فرضنا واحد يعني دخل لبيته وجاء بطعام أكله وحده وأمه جائعة بحسبك أبي أبلغ من ذلك لو أن أمه أيقظته ساعة الواحدة ليلا هي مضطرة ضرورة بالغة إلى دواء مسكين فقال لها الصيدليات مغلقة فسكتت لكنه يعلم أن هناك صيدليات مناوبة معه سيارته بحسبك أبي لو أنه فرضا انطلق من البيت وركب سيارته وطاف على كل الصيدليات المناوبة فالدواء مفقود يعودوا إلى البيت فالوالدة بالحالتين الدواء ما أخذته كما بالحال التاني لا مرتاح فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها فأي أمر أمرت به أنت مبرمج على محبته أفهم كلامك شيخنا بأن الإنسان حينما خلقه الله تعالى خلق معه فطرة أو احتياجات فطرة فطرة يعني بنية نفسية نعم متوافقة مع المنهج الإلهي جميل هذه الفطرة إذا سار عليها بين قوسين شارع الله نعم وصل إلى الطمانينة إن لم يصل عليها وصل إلى الكآبة ألا وهي بين قوسين ضاقت عليه الأرض يعني معاقبة الفطرة له أنه يشعر بأن أخطأ نفسه تضيق عليه نعم رغم أن هذا الكون فسيح نعم ورغم أن الأمل موجود لكن لا يعود يستشعب شيء الكآبة إلا إذا تاب طبعا نعم مدام لم يتوب في عنده مشكلة طبع شخنا سنتوقف إلى فاصل هذا سبب شقاء المنحرفين عن الله أنا سؤالي من الشق الآخر دكتور أما الآخر معلوماتي الدقيقة العلمية العالم الغربي المتفلت نسب الكآبة بالمئة مئة واثنين وخمسين نعم فلما سألنا أستاذنا الدكتور في الجامعة كان أستاذ بنفس كبير جدا قال لأنه المئة معهم كآبة واثنين وخمسين معهم كآبتين يا لطيف طبعا السؤال لدكتورنا الكريم من المسلمين ومن المتدينين ومن الذين يصلون أيضا يشعرون بالكآب وتضيق عليهم الأرض من الذي يحصل ونستمع الإجابة وافية من فضلتكم بعد إذن حضرتكم شيخنا بعد فاصل قصير ومعكم مستمعين عبر حياتفهم فابقوا بالقر ضاقة الأرض نتحدث حينما يشعر الإنسان بأن هذه الدنيا رغم رحبها قد أصبحت ضيقة عليه شيخنا الفاضل فضلت الدكتور محمد راتب النبي سبحان بفضلتكم من جديد بارك الله بكم ونفع بكم شيخنا قبل الفاصل طرحنا سؤالا على فضلتكم الكآبة لا تقتصر على غير المسلمين هناك مسلم مطبق لشرع الله يصلي ويصوم ولو في جزء وليس في كل حياته يشعر بأن الدنيا أصبحت ضيقة عليه لماذا؟ في إجابة دقيقة عندك بيت فيه جميع الأجهزة الكهربائية قاطبة نعم التيار الرئيسي انقطع انقطع ميلي واحد فلما قطع هذا الميلي كل هذه الأجهزة تعطلت هذه الأجهزة كصلاتنا وصيامنا وقيامنا مدام في مخالفة في حجاب حتى لو كانت الصلاة موجودة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يعني إذا إنسان جاءتهم رأة تشتري منه حاجة وأدرك أنها لا تفهم في الأسعار فرفع السعر أو ملأ عينيه من محاسنها جاء ليصلي الظهر يشعر بحجاب غشها أو بالغ في إملاء عينه من محاسنها يعني معصيته لا تمنعه من الصلاة دكتور لا بصلي نعم في اتصال وفي صلاة نعم أن تقف وتكبر وتقرأ الفاتحة وتركع وتجهي صلاة أما في اتصال بالله نعم هذا الاتصال المخالفة حجبتك عن الله فأنت تصلي لكن لا تدرك والله عز وجل يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون سيدي أي إنسان مسلم أو غير مسلم إذا غش في بيعه إذا اعتدى في عينه إذا أدى شهادة غير صحيحة حجب عن الله والدقاءة تقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فإذا حجب عن الله شيخنا تضيق عليه الأرض طبعا بس هذا للمؤمن ولا حتى للكافر للجميع بس في ناس دكتور لا يهتم إذا حجب عن الله هذول أمواتهم غيروا أحياء أنا سؤال عفوا لفضلتكم لو أن إنسانا مؤمنا عصى فشعر أن الدنيا ضاقت عليه هل هذه علامة خير أن ضميره لازال يتألم لو إنسان آخر غير مؤمن يعني كان صادق يبيعه وشراءه مثلا أو أحسن للعباد يعني الله عز وجل يقبل من إنسان بعيد عنه عمل طيب لو أنه خدم العباد له شيء عند الله عز وجل فإذا أوقع فيهم الأذى هذا الشيء القليل جدا يناله أي إنسان خدم الأمة يحجب عنه لكن الإنسان المؤمن دكتور إذا شعر بألم لأنه حجب عن الله فهذه علامة خير إذ أنه ذاق القرب من الله نعم فلما حجب وجد الفرق تألم فيتوب ويصطلح أما هؤلاء الآخرون البعد المستمر قد يلبد حسهم وقد يفقدهم الفطرة السليمة تنطمس فطرتهم من خلال كثرة المعاصي نعم إذا تراكمت من أسرف على نفسه بالمعاصي دكتور ماذا يفعل حتى لا تنطمس فطرتهم من يقرأ الآية الكريمة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا دقيق القنوط واليأس وعدم الثقة بعفو الله مع المشاعر الثلاثة تقترب من الكفر قل يا عبادي ما قال أيها العبادي يا عبادي هياء المتكلم نسبهم إليه من ليس صادقون ليس المؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا بذلك قالوا الأرض والكلمة دقيقة جدا والإبن تيمية تصلح بالكفر والعدل ولا تصلح بالإيمان والظلم لو كان حاكم دينه قليل عمل تأمين اجتماعي عمل تكافؤ فرص الله بيقويه سبحان الله كلام دقيقة وصل سيدنا وليد أن لا يفهم فهما آخر نعم وضح الدكتور نعم أنت إذا خدمت العباد لك من رب العباد مكافأة في الدنيا فإذا أنت آمن بالآخرة لك في الدنيا والآخرة بالآخرة ما لهم آمن يعطيه الدنيا سبحان الله هذا بيفسر هذا بيفسر قوة الآخرين قوتهم بخدمة شعوبهم كانوا صالحين لإدارة الكون فمكنوا من إدارة أبدا الله يكرمك دكتور من مشاركات مستمعين الكرام معنا هذا الاتصال دكتور جمال أهلا وسهلا بك دكتور جمال أنت معنا على الهواء تفضل دكتور جمال نتمنى أن يستمع علينا ونسعد باتصالهم من جديد والباب مفتوح لكل مستمعين بمشاركاتهم شيخنا في قوله تعالى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ثم تتم الآية وضاقت عليهم أنفسهم ما الفرق ضاقت عليهم الأرض ثم ضاقت أنفسهم يعني الأرض جميلة إذا إنسان يعاني ما يعاني لا يراجع ما لها نعم ونفسه بعيدة صاريت الأرض جميلة حجب عنها ونفسه الأصل أنها متصلة بالله فلما أذنبت انقطعت عنه نعم فمن حوله لا يرى محاسنهم ونفسه بعيدة عن الله أي المرحلتين دكتور أكثر ألمة للإنسان أن تضيق عليه الأرض بما رحبت أم أن تضيق عليه نفسه نفسه يعني عفوا فيه أناس ألفوا أجمل تفسير بالسجن سبحان الله بالسجن ألفوا الأرض كانت ضيقة لكن نفسه رحبا توسعت تفسير مهم جدا بالسجن سبحان الله الله يفتح ليك يا دكتور دكتور جمال مرحبا باتصالك تفضل أعافيكم يا رب أعالو تفضل يا دكتور جمال أنت معنا على الهواء الله يعطيك العافية عافي عمرك يا رب تفضل ما شاء الله عنكم ما شاء الله عنك يا دكتور الله يسلم فيه سؤال في يدي للدكتور أنه في حديث أعتقد قدسي والكل بضعفه له ليس كل مصلى يصلي وإنما تقبل الصلاة بمن تواضع لعظمتي نعم أعرف صحة هذا الحديث صحيح أو يعني وارد وارد ليس كل مصلى يصلي إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهواتي عن محارمي نعم ولم يصر على معصيتي وأطعم الجائعة وكس العريانة ورحم المصاب وأوى الغريب كل ذلك لي وعزتي وجلالي إن نور وجهه لا أضع عندي من نور الشمس على أن أجعل الضعف قوة إلى آخر الحديث طبعا إذا كان في عفوا إذا في حديث موضوع شيء وضعيف شيء آخر إذا كان ضعيف يعني في علة في علة بالسند في علة بالسند في علة علة خارجية عنه ما في حديث موضوع ما له أصل أساسا نعم إذن هو بحاجة أن يتم تحقيق هذا الحديث حتى نصل يعني الله يقدمتم المعنى شيخنا لكن بحاجة أن تحقيق شريع حتى تصل فكرة دكتورنا الكريم أعود أيضا إلى الآية الكريمة بعد قوله تعالى وضاقت عليهم أنفسهم يقول الله سبحانه وتعالى هو ظن أحيانا تأتي يقينا ظن من معانيها الشك من معانيها الأخرى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم يعتقدون يقينا معنى آخر هنا شو الآية في قوله تعالى دكتورنا الكريم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه يعني الجهة الإلهية وحدة الإله وحده فقط تفر منه إليه ما المعنى هذا؟ تفر من عقابه إلى قبول توبتك تفر من بطشه إن كنت منحرفا إلى رحمته إذا كنت تائبا الجهة الوحيدة في الكون التي يفر منها إليها يعني للتقريب غضبت أم على ابنها فطردته من البيت هو ماله غير أمه طرق البابا كثيرا فتحته وقبلته يا الله موضوع الأم شغلة كبيرة والله أرحم من هذه الأمبنا أبدا سبحانه وتعالى طيب شيخنا في قوله تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا والله المعنى دقيقة هذا التاني نعم هو إذا كان واحد عنده ابن ما درس قاله كما تريد فلما كبر أصدقاؤه معهم شهادات عليا وقالهم عمل جيد ودخل معقول وتزوجوا وعندهم سيارة وبيت هو بلا عمل وبلا زواج بتألم ألم شديد من والده يلي ما عاقبه لما غريط أما لو كان أب عاقب ابنه ودفعه للدراسة نعم أمصار طبيب وعياته جيدة وتزوج وعنده يعني تقريبا أمور الدنيا ميسرة عنده هذا الشدة في مقتل العمر أنجزت هذا الإنجاز فلما الله عز وجل يعاقب عبد قد يكون عقاب شديد حمله بهذا العقاب على التوبة بيكون رحمه وعلى رحمه هل هون تاب عليهم ثم تاب عليهم يعني ساق عليهم من الشذائد ما يحملهم بها على التوبة هل يشترط فقط الشذائد دكتور لا علاج سبحان الله نعم يمكنك مساق لهم الهداية لا ليتوبوا نعم ماهتدوا لسه بساق عليهم شيئا نعم أيام سعى بالمال أيام ضيق بالمال نعم أيام صحة جيدة يعني واحد بعرف أنه أخذ تحليل شخصان شخصان حلل دمهما في محلل نعم الجواب بالخطأ سلم هذا تحليل هذا نعم فالذي كان معه أمراض وكان التحليل مئة بالمئة صحيح صدقه هو معناه ياته ارتفعت وثق أنه سيعيش حياة مديدة اختلف وضعه كليا هو هذا المريض سبحان الله والثاني الصحيح مئة بالمئة لما جاء التحليل أنه فيه مشاكل كآبة وانسحب من المجتمع إلى أن مات سبحان الله معناه هنا العاكس اللي صار نعم اللي واسئ اللي جسمه صحيح مع الكآبة انتهى نعم ويزمه عليل هلأ المؤمن مؤمن إنسان بس عنده من الله تطمين الله غفور رحيم الله تواب كريم سقة بأله عز وجل بتخفف ألم المصيبة ولعل هذا يبعده عن نتائجها الوقيمة الله يفتح لكم يا دكتور الكريم نسأذن فضلتكم من جديد إلى فاصل قصير ونعود بعد ذلك على الهواء مباشرة مستمعين عبر إذاعة حيات تفهم لمواصلة حلقتنا وعنوانها ضاقة الأرض من جديد وعلى الهواء عبر أثير إذاعتكم حيات تفهم مع فضيلة العلامة الدكتور محمد راتب النبلسي ضاقة الأرض هو عنواننا لهذا اليوم نسعد بالمزيد من مشاركاتكم على أرقام الستوديو مباشرة 065164020 وأيضا 065165020 نضال تفضل أخي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله الله يعطيك العافية دكتور الله يعافيك أهلا وسهلا دكتور والله أنا بديش أطول عليك بس سريع أنا مشكلتي الوحيدة في الحياة دكتور يعني والله بدي بقطع في الصلاة بدي نصيحة منك أو دعوة إني ألتزم في الصلاة يعني أنا بصراحة عمري يعني 29 سنة والحمد لله يعني مش نقصني إشي بس المشكلة الوحيدة آآ التقطيع في الصلاة ففضيلة الشيخ دو سمعت بدي أي نصيحة بدي إشيئة قال لي ألتزم حاب أنا شكرا لك واضحة الفكرة تماما تستمع إلى رد من الدكتور شكرا لك الله يبارك فيك يعني إذا واحد دعاك لي طعام والصحون فارغة ودعاك مرة تانية ما بتجي لو كان الصحون ممتلئة بطعام نفيس بتجي رأسا فإذا أنت استقمت استقامة دقيقة بكل شؤون حياتك بدخلك بإنفاقك بعلاقاتك بسهراتك بأجهستك اللي عندك بالبيت منضبطة غير منضبطة لما بتستقيم بإنشأ لك مع الله خط ساخن تذوق حلاوة القرب وعندئذ لا يمكن أن تترك الصلاة ماذا قال النبي الكريم أرحنا بها وفي لسان حال بعض الناس أرحنا منها أرحنا بها يا بلال أنت تتصل مع الذات الكاملة مع أصل الجمال والكمال والنوال مع خالق السماوات والأرض أنت معه فأنت لا سعد بالصلاة هو الكلمتين في استقامة ما أقصد إنسان آخر أبدا بشكل عامة بحكي في استقامة في دخل حلال في إنفاق حلال ما في لقاء ما بيرضي الله فيشعر بلذة الصلاة في خط ساخن مع الله فيثبت عليها تسعد بها في مخالفات في حجاب